ما لم تتحرك السلطات الشرعية لردع المتسببين بالفوضى في تعز لن تشهد المدينة أي تحسن خصوصا بالجانب الأمني وهو الملف الأهم اليوم لكنه الأكثر إهمالا فالأجهزة الأمنية تلقي باللوم على الحكومة معزية ذلك إلى غياب الدعم الكافي هذا الأمر ربما هو أكثر ما يؤرق المواطنين الذين تطالهم فوضى الانفلات الأمني متسببة في الاغتيالة مرة وأخرى باندلاع مواجهة بين بعض فصائل المقاومة والله أعتقد أنتم لاحظتم خلال اليومين الماضيين للأسف الأحداث لدارة في تعز هذه أبرز مظاهر غياب أجهزة الدولة وعدونا ولكن للأسف ما في الشيء إلى الآن إلى الآن لا يوجد أي شيء ولا أي دعم طبعا نحن نجاهزون برؤانا بخططنا كلها مرفوعة لدى الحكومة ولدى القهة المعنية لدينا خطط كاملة ولدينا الكادر القادر على تنفيذ هذه الخطط ينقص بس يتقاوبوا معا خططنا يدعموها يمولوها ننفذ وننزل نشتغل هنا على سبيل المثال واحد من اجتماعات اللجنة الأمنية مع قيادة محور المحافظة كما يقولون اجتماع طارئ للبحث في الصدامات التي وقعت مؤخرا بين لواء الصعارك وكتائب أبو العباس حيث سقط قتيل وجرح آخرون بينما أهدثت حلعا وسط السكان اللجنة تقول أيضا أنه تم إقرار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بهذا الصدد بعد تشكل لجنة أمنية مصغرة للتحقيق في الحادثة أهم هذه القرارات التي تم اتخاذها رافض أي تشكيلات خارج إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية أيضا تم تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث أمس واتخاذ تدابير تمنع تكرار ما حدث تم اتخاذ قرار باستكمال الدمجة الفعلي لجميع الفصائل والكينات التي ما زالت خارج إطار مؤسسة القيش والأمن وأن تخضع لسلطة العسكرية والأمنية في المحافظة والحكز الرسمي هو السيجن المركزي ويعادة تاهيله وأن يمارس الرقابة على من قيابة للنيابات النيابة العسكرية والنيابات المدنية هذه المواجهات وغيرها من التي حدثت سابقا أو قد تحدث لاحقا يكون أغلب ضحاياها من المدنيين كما تلحق أضرارا بالغة في ممتلكاتهم بين فترة وأخرى تتحول هذه الشوارع الضيقة إلى مسرح للاقتل بين بعض فصائل المقاومة وهو ما ينذر بتدهور الوضع الأمني ما لم يجري ردع المتسببين بها وفرض سطوة الأمن إذ لا يمكن أن يبقى خطر الميليشيات يطوق المدينة بينما يتقتل الإخوة داخلها حمزة أمين قناة بلقيس تعز